لذلك نظم حزب حماة الوطن بمحافظة الأسكندرية مؤتمرا جماهيريا وذلك للإعلان عن دعم رئيس عبد الفتاح أسيسي ودعوته لإعلان ترشوحه لفترة رئاسية جديدة وذلك لاستكمال مسيرة التنمية والمشروعات القومية شهد المؤتمر حضورا كبيرا لممثل القبائل العربية والبدوية بغرب الأسكندرية ومطروح للإعلان عن دعمهم لرئيس أسيسي مؤكدين أهمية المشروعات التي تمت بمناطق القبائل مؤتمر جماهيري حاشد نظمه حزب حماة الوطن بمحافظة الإسكندرية للإعلان عن دعم ودعوة الرئيس عبد الفتاح أسيسي لإعلان ترشوحه لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة التنمية والمشروعات القومية وتحقيق رؤية مصر عشرين ثلاثين وذلك بحضور عدد كبير من قيادات وأعضاء اللجان المختلفة بالحزب بالمحافظة اليوم نجتمع لهدفين لا ثالث لهم تأكيد التكلفات ومراجعة تنفيذها والحرص على تطوير الأداء أما هدفنا الثاني هو تأكيد الحزب على دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة النهاردة المؤتمر بيأتي في وقت حرج وحساس ويأتي المؤتمر لمراجعة القواعد التنظيمية والإجراءات التنظيمية لاتخذها الحزب لدعم السيد الرئيس في انتخابات الرئاسة وبالتالي هناك مراجعة للحزب ولكوادر الحزب وللكوادر التنظيمية لتأييد هذه المبادرة لجنة بتعتزم في الفترة المقبلة نشر الوعي والثقافة التي من شأنها أن ترفع من ذوق المواطن المؤتمر شهد أيضا الإعلان عن خطة الحزب بالمحافظة في الاستعداد لحملة انتخابية لدعم الرئيس السيسي وتوعية المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية وتوضيح أسباب ورؤية الحزب في دعم الرئيس السيسي حيث أكد الأعضاء على أن هذا المؤتمر يأتي تأكيدا على جهود الرئيس بتحقيق الأمن والاستقرار ودعم المبادرات التي نقلت المواطنين نقلة نوعية في المشروعات المجتمعية المختلفة حزب حماية الوطن طبعا داعم رئيسي لفخامة رئيس عبد الفتاح السيسي لما أنجزه من المشروعات وحطنا على مصاف الدول بالمشروعات التي كنا شهود عيان عليها الحقيقة دا مؤتمر تنظيمي لحزب حماية الوطن لدعم لنحن نعلن تأييدنا ودعمها للسيطة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحزب حماية الوطن من أول الأحزاب اللي كان دورها واضح وعن ندعمها للسيطة الرئيس المؤتمر شهد حضورا كبيرا لممثل القبائل العربية والبدوية بغرب الإسكندرية ومطروح للإعلان عن دعمهم للرئيس السيسي مؤكدين أهمية المشروعات التي تمت بمناطق القبائل نحن جئنا النهاردة داعمين فقام السيادة الرئيس بكل ثقة وبكل حب لأن طبعا السيادة الرئيس طبعا اللي عمله في مصر ما عملش نهائيا ولا كان حتى أساسا أنه يتعمل ولا بعد مئة سنة لكن السيادة الرئيس طبعا بكل قدادته الحكيمة فالحمد الله رب العالمين مصر يعني اتغيرت جدا إحنا يعني بندعم الرئيس يعني أول إحنا بالنسبة لنطاق غرب الإسكندرية اللي هي نطاق الغرافي يعتبر ما بين محافظة مدروح ومحافظة إسكندرية فإحنا بالنسبة لنا الوضع مع السيادة الرئيس تغير 180 درجة بالنسبة للخدمات عندنا من تطوير الوحدات الصحية ببناء المراكز الشبابية في مدينة برج العرب وفي منطقة بصير خاصة المشاريع القومية اللي موجودة عندنا حاليا في السحر وإن شاء الله هتتيح فرص عمل كتير جدا للشباب المؤتمر يأتي ضمن سلسلة لقاءات جماهرية يعقدها حزب حماة الوطن بالمحافظات لتعريف المواطنين بالإنجازات التي قدمها الرئيس السيسي من أجل بناء جمهورية جديدة تستهدف مصلحة المواطنين مع تنظيم زيارات ميدانية للوصول لكل المواطنين لحثهم على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي القادم محمود جميل التلفزيون المصري